أقيم في عمان البازارو المفتوح بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة ومؤسسة حبيبي الإيطالية وذلك برعاية السفير الإيطالي في الأردن والمونسونيور ماورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن والأب ماريو وبحضور عدد من المتدربين والمتدربات المشاركات وتضمن البازارو على عروض لمنتجات يدوية من صنع المتدربين اجتملت على صناعات تراثية ونسيجية ونباتية وزينة ومجسمات تحاكي الطبيعة المحلية قمنا بتنفيذ مشروع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن بدعم من السفارة الإيطالية من خلال التعاون الإيطالي في الأردن سمح المشروع لمائة شخص مستفيد من المجتمع الموصل الأردني ومائة من المجتمع اللاجئين العراقيين نعطي الفرصة لأولئك المستفيدين لتعليم وضيفة لثلاثة أشهر من التدريب وثلاثة أشهر من العمل أعطينا الشباب فرصة للبد في تعلم إحدى المهارات قمنا بتنفيذ 11 تدريبا مهنيا مع مجموعة متنوعة من المجالات من الحلقين والميكانيكيين إلى النظام الشمسي لإعطاء الفرص لأولئك لكسب بعض المال والحصول على مهنة من أجل مستقبلهم كان الحدث الأخير عبارة عن بازار مفتوح اليوم حيث اتيحت المستفيدين الفرص لإظهار منتجهم النهائي لأصدقائهم والمتبرعين لذلك كان حدثا رائعا بحضور السفير الإيطالي وسفير الفاتيكان ومدير الاتحاد برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبعض الشركاء لقد كان حدثا ناجحا وكان البداية التعاون المستقبلي مع المنظمات التي ستكون رائعة للمستفيدين في المستقبل اشتركوا في القناة